اشتركوا في القناة أن يبارك لكم في الصلاة والصيام والقيام ويسعدني في هذه الإطلالة القصيرة أن أحدث نفسي وأخواني بحديث مناسبة هذا الشهر الحقيقة كما تعلمون الله عز وجل فضل زمانا على زمان وقد خص هذا الشهر العظيم بنزول القرآن الكريم هذا الكتاب أيها الإخوة الذي جعله الله عز وجل هاديا للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا هذا القرآن أيها الإخوة الذي جعله الله عز وجل فرقانا نفرق به بين الحق والباطل هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل روحا للبشر روحا للحضارات وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حديثنا اليوم هو حديث القرآن وبين القرآن والصيام كما تعلم صلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة فهم يشفعان في العبد يأتي الصوم فيقول أي رب حرمته الطعام والشراب والشهوات تشفعني فيه فيشفع ويأتي القرآن ويقول أي رب حرمته من النوم فيشفع إذن حديثنا في هذه الأمسية القصيرة حول القرآن وقصص الأنبياء في مائدة القرآن ونعرف أن الوقت لا يسمح بهذا ولكن هي إشارة سريعة لعلها تفتح الشهية لولوج هذا الباب حالنا مع القرآن أيها الإخوة والأخوات يحتاج فعلا إلى مراجعة فكثير من المسلمين يهتمون بالقرآن تلاوة يهتمون بالقرآن كتابة رسما معرفة تعدد القراءات أحكام التجويد إلى ما هناك وكل هذا هو شيء مشروع بل هو شيء مطلوب ولكن ينبغي أن لا يغيب عنا العناية بالمقصد الأعظم الذي من أجله أنزل هذا الكتاب الله عز وجل عندما أنزل هذا الكتاب أنزله ليكون هاديا للبشرية أنزله ليكون نورا تضاء به كل السبل وقد ذم القرآن الكريم بعض أهل الكتاب الذين فقط يقفون عند حدوده عند حدود اللفظ قال تعالى ومنهم أي من أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب فإلا أماني وإنهم إلا يظنون هذه الأماني كما فسرها بعض العلماء هي مجرد التلاوة أي يقرؤونه ولا يفقهون معانيه يقرؤونه ولا يفقهون معانيه كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وهذا ما يسميه شيخنا الغزالي بالأمية الفكرية ليست أمية القراءة والكتابة إنما أمية الفكر وتعلمون أيها الإخوة أن الهجر أنواع والهجر للقرآن مذموم وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وهناك نوع من أنواع الهجر وهو هجر التدبر هجر التدبر وهو من أخطر أنواع الهجر لأن من غير تدبر لا يتم المقصود من هذا الكتاب العظيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذن هو كتاب أنزلناه إليك مبارك في آية أخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته إذن هذا التفكر في كتاب الله عز وجل آسف هذه النفس البشرية أيها الإخوة دائما العقل يتحرك العقل مثل الرحة التي تدور ولا بد لها من شيء يغذيها حتى تطحنه هكذا العقل والفكر إلا عند النوم فإذا وضع في هذه الرحة الخرافات أو الإشاعات أو الظنون سيخرج الدقيق هذه الرحة يعني فاسد والعكس بالعكس إذا ملئ هذا الفكر بتدبر كتاب الله كان فيه الخير الكثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة يعني الإنسان الذي يدمن على القرآن يحسن حتى التعبير عن الحقائق ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد مهما كررنا من كتاب الله ولا تنقذ عجائبه من قال به أي بالقرآن صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وأحببت أن يكون حديثي حول الأنبياء أو قصص الأنبياء في القرآن وأنا أفردت في صفحة الخاصة سلسلة إلى نهاية شهر رمضان بعون الله نتناول فيها قصص الأنبياء من منظور القرآن الأنبياء أيها الإخوة أيها الأخوات هم من أعظم الشخصيات الإنسانية التي خلقها الله عز وجل صحيح أنهم بشر ولكن الأفضلية في كونهم يوحى إليهم الأفضلية الكبرى في كونهم يوحى إليهم قل إنما أنا بشر مثلكم لكن أين الأفضلية في آخر الآية يوحى إلي صحيح أن الله عز وجل جعلهم معدن الكمال الخلقي والخلقي ولكن خاصية هؤلاء الأنبياء في هذا الوحي المنزل عليهم في أن الله صنعهم على عيني سبحانه وتعالى والناس كما يقول أحد العلماء تبع إما لنبي أو قوي نحن نتبع الأقوية سواء كانت هذه القوة علمية أو كانت هذه القوة مادية أو قوة منصب ولكن تبعيتنا للأنبياء تنبع عن المحبة عن الاقتناع عن الإجلال عن الوفاء أما اتباع الأقوية فليس كذلك لأن الأنبياء يعطون الناس ولا يأخذون منهم حتى إذا أخذوا منهم يأخذوا للزكاة يأخذوا أيضا للرسالة للمبدأ للقيمة فالأنبياء يعطون الناس ولا يأخذون منهم أما الأقوية دائما يأخذون ولا يعطون والأقوية إذا أعطوا إنما أعطوا لمصالحهم الخاصة حتى إذا أعطوا أعطوا لذواتهم والأنبياء عاشوا للناس كل أعمارهم للناس في خدمة الناس شفق على الناس محاولة إخراج الناس من الظلمات إلى النور أما الأقوياء عاش الناس لهم الأنبياء عاشوا للناس الأقوياء عاش الناس لهم الأنبياء ملكوا القلوب حباً وإجلالاً أما الأقوياء تجدهم يملكون الرقاب كرهاً وإذلالاً ولهذا يمدح الأنبياء في غيبتهم ولا يمدح الأقوياء إلا في حضورهم ولهذا علينا أن نتفكر يعني ممكن تسألوا أنفسكم هذا السؤال هل يعني هل يعقل أن يكون الإيمان بالأنبياء الذي هو الركن من أركان الإيمان ركن ركين هل يعقل أن يكون هذا الركن الركن معناها تبنى عليه كثير من الشعائر هل يكون هذا الركن عبارة عن حفظ أسماء أولاً الأنبياء أو تقديرهم هكذا بصورة عامة في الحقيقة بعض علوم العقائد وعلم الكلام تعاملوا مع الأنبياء تعاملاً جامداً لا صلة له بالحياة لكن عرض القرآن للأنبياء وهذا هو حديثنا اليوم كيف عرض القرآن الأنبياء كيف يعرض القرآن النبي والنبوة يعرضها في أحداث متسلسلة يعرضها في ابتلاءات متكررة يعرضها في حركات وفي مواقف متنوعة جداً فالذي لا ينظر للأنبياء من خلال قصص القرآن في الحقيقة يفوته الخير الكثير لأنه بالنظر في القرآن سيتعرف على أبعاد هذه الشخصيات وأثر هذه الشخصيات على الإيمان والسلوك وعلى الفكر وعلى بناء الحضارات أما القصص القرآني القصص في اللغة معناها تتبع الأثر لكن القصص هو الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضاً هذا هو القصص وأنتم تعلمون أن التاريخ الإنساني بصورة عامة هو أهم مصدر من مصادر المعرفة طبعاً نحن بالنسبة لنا لا نريد أن نتكلم عن الوحي أن الوحي مصدر معرفة مطلق أما في مصادر المعرفة الأخرى هو أهم مصدر وأي أمة لا تاريخ لها فهي مثل الشجرة التي ليس لها جذور وليس لها بذور ليس لها جذور تمتد أو تستمد منها القوة تستمد منها الغذاء تستمد منها مخزون كبير التاريخ للمعرفة وللقوة وهو عنوان الهوية هوية الإنسان وأيضاً الذي لا يعرف تاريخه ليس له بذور بمعنى لا يستطيع أن يورث لا يستطيع أن يورث للأجيال القادمة والقصص القرآني أيها والإخوة هو خلاصة هذا التاريخ سبحان الله كأن هناك نحلة طافت على حدائق التاريخ وأتتنا بالعصارة لأن هؤلاء الأنبياء هم خلاصة المحطات التاريخية على الإطلاق ولهذا جاء ثلث القرآن أو أزيد من الثلث يتكلم عن القصص كل القصص ليس قصص الأنبياء لكن كانت مساحة قصص الأنبياء هي المساحة الأوساء وأنتم كما تعلمون أن القصص من أعظم وسائل التربية وجربوا هذا مع أبنائكم حتى مع أنفسنا لأن تحميل القيم لا تكون في إطار نظري فلسفي هكذا مثالي إنما هذه القيم تقمصتها شخصيات مثلية وكانت رموزاً وكانت قدواتاً وكانت أسوات والإنسان بطبيعته مفطور على التأسي وعلى الاقتداء وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسمى الناس خلقاً وخلقاً قال له القرآن أولئك أي الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فإذا كان الكامل عليه أزكى الصلاة والسلام مأمور بأن يقتدي بهؤلاء فكيف بنا نحن الضعفاء والقصص طبعاً هناك قصص طويل مثل قصص سيدنا موسى وقصص سيدنا يوسف وإبراهيم وهناك قصص متوسط وهناك المهم لابد أن تكون لنا في الحقيقة إطلالة على هذا القصص طيب لو أردنا أن نختصر ما هو الهدف ما هو المقصد من القصص الحقيقة من أعظم مقاصد القصص القرآني وهي تترك أثر عظيم في نفس الإنسان هو التفكر وكما قلت لكم منذ قليل الفكر الإنسان وعقل الإنسان هو رحى متحركة باستمرار باستمرار لا تتوقف وأنت على قدر ما أعطيتها من معلومات ومن معارف ومن حقائق أعملت فيها الفكر ثم والاعتبار ثم خرجت بحقائق ومعايير لوزن الأمور من حولها فأول هدف من أهداف القصص هو التفكر لهذا الله عز وجل يقول لنبينا فاقصص القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إذن قصص ليس للتسلية ليس لإزداء الفراغ ليس للتشويق وإن كان التشويق موجود فيه والناحية الفنية والجمالية والبيانية والتصويرية حاضرة بقوة ولكن هذا القصص جاء على وفاق تعليم الإسلام أنه جاء هدى للناس والهدف الثاني الاعتبار لقد كان في قصصهم ماذا؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والاعتبار هو ابن التفكر هو نتيجة التفكر لكن نوع من أنواع التفكر هو قياس كيف تقيس الأشباه والنظائر وكيف تقيس السابق على اللاحق وهكذا لأن السنن متكررة والإنسان هو الإنسان الإنسان هو الإنسان وسنن الاجتماعية والسياسية دائما متكررة فعلينا أن نعتبر الأمر الأخير الذي أختم به من أعظم فوائد القصص القرآني أيها الإخوة والأخوات تثبيت الأفئدة والربط على القلوب والتصبير والله عز وجل يقول صبروا وصابروا كيف نصابر بهذا القصص ولهذا القرآن ماذا قال لنبينا؟ قال له ولنا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أي ابتلاء عفاكم الله من الابتلاء أي ابتلاء يصيب المسلم سواء في جسده في ابنه في أبيه في زوجته في قومه مع الحاكم مع المحكوم مع الأتباع مع الصديق مع الرفيق ستجد أن الأنبياء قدوة في هذا الابتلاء قدوة في هذا الابتلاء تجد الأنبياء تنوعت عليهم صنوف الابتلاء هذا سيدنا نوح يعني حتى أن القرآن سمناه سماء ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ألف إلا خمسين عام وهو مع قومه هذا سيدنا إبراهيم وضعوه في النار وابتلي في أبنائه وهذا سيدنا إسماعيل وهذا سيدنا يوسف عليه السلام داود وسليمان عليه السلام ابتليوا في الحكم إذن كل بلاء يصيب المسلم سيجد أن الأنبياء عندما يقرأ لهم ويشوف أنهم أغلى وأعظم الشخصيات وأقربها إلى الله عز وجل أصيبوا بالابتلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل طبعا الرجل المرأة على حسن دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة تلي على حسب دينه نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا واسمحوا لي لو أطلت عليكم قليلا وكل عام وأنتم بخير وأكر شكري لإخواني في المجلس الأوروبي للأئمة ولأخي طه علي تحت ذي الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته